مرحبا بورج الثور هذا قراءتك العاطفية بشكل عام النظرة العامة لقراءتك يا بورج الثور قراءتك خفيفة الطاقة خفيفة سهلة الأمور ليست معقدة إلى درجة كبيرة لأن هذا الشخص لا أراه مهما هو كان حاليا مهما كانت مكانته هذا الشخص لا يحاول أن يوقف العلاقة أو يدخل بينك وبين الشريك هو مجرد قاعد يحاول أن يخلي شريكك عقلاني أكثر متزن أكثر يستخدم عقله أكثر من مشاعره سقط يعني أنت عندك فارس الأقصان فارس جدا مندفع طاقة طاقة نارية عندك كارت العالم انتهاء جميل وأيضا بداية أجمل لمرحلة وفصل قادم في حياتك وعندك كارت القوة أرا أنك حاليا احتمال أنك انتهيت من شيء مهم في حياتك كأنما ختمت فصل معين ممكن يكون أنك تخرجت ممكن يكون أنك توظفت ممكن يكون أنك أنهيت سلم معين بس في شرط مهم الأهل وضعوه عليك أو حتى ممكن يكون عقد انت وقعت عقد مع الشركة مع شخص انتهى عندك هذا العقد فأنت حاليا كأنما متخرج أو منتهي من هذه الفصل عندك وجدا مرتاح عندك طاقة الاحتفال طاقة اللي أنهيت المشروع الأول بنجاح احتمال أنك أنهيت زواج احتمال أنك أنهيت دراسة ولكن أرى أن هذا الأمر كان مثلي اللي مفروض عليك شلون يعني؟ يعني مثل إذا وقعت عقد في بنت كان مخليك لا تستطيع أن تكون مع الشريك اللي في بالك أو مخليك بعيد عنها انتهت هاي المرحلة أو على وشك أن تنتهي فتفاء العزيزي كرت برج العالم من أجمل الكروت حق الطاقة الجديدة البدايات الجديدة لأن بعدها أنت تتحول طاقتك إلى فارس الأقصان الطاقة النارية أنت أسرع فارس موجود أنت جدا منطلق ومنطلق بشغف نحو بداية جديدة في حياتك احتمال نحو حب جديد أو حب رح يتجدد مع شريك عندك حالي أو سابق أنت اثنينكم رح تدشون في فصل جديد والظروف مثل ما قلت لك شي مغصوب عليك الظروف أو المحيط هالمرة رح يكون معاكم مو ضدكم هذا شيء جدا جميل وعندك كرت القوة سبب وجود هذا الكرت احتمال هو اندفاعك يا برج الأسر احتمال يحذرك أنه لا تندفع بقوة حتى وإن كنت مندفع حاول شوية أن تكون عندك نوع من التعقل نوع من كرت برج الأسد هو كرت برج الأسد أو القوة دائما يتكلم عن الإنسان اللي قاعد يروض الأسد فأنت داخلك أسد وأسد عندنا وأيضا أسد عندك شغف جديد عندك انطلاقة كبيرة كأنما أنت سيارة سريعة مقادرين يواكفونك لشخص معين لحياة جديدة مع هاي الشخص وهي من حقك لأن تبين أن مرحلة إن شاء الله راح تكون جدا جميلة ولكن مطلوب منك فقط أن شوي أنت تروض تسيطر على الشغف اللي داخلك بخصوص هذا الشخص أنه شوي تخلي الأمور تاخد وقتها كل مرحلة المفروض لها جمالها في مرحلة للتعارف في مرحلة للارتباط في مرحلة للإنجاب فهي وجود الأسد في ثلاث كرتات عندك يخبرني أنه روض نفسك عندما تسيطر على نفسك الداخلية رغباتك حتى وإن كنت مثلا الآن أنت مستعد أن ترتبط بهذا الشخص تتزوجها ولكن محتاج منك أنه أنت شوي تتزن في رغباتك تحط النقط على الحروف في أمور مع هذا الشخص محتاج أن تحط النقط على الحروف معاه فيها يكون اتفاق قبل أن يحدث الارتباط عشان ما ترجع في نفس الدوامة كرت العالم هو أيضا عبارة عن مثل الدائرة أهم شي عندك في هاي المرحلة مثل ما قلت لك أنت تسيطر على رغباتك يعني مو أن تنهيها لك حق في هاي الرغبات ولكن فقط سرعتها قوة اندفاعها شوي سيطر عليها خصوصا لما يكون عندك شريك ما أخذ طاقة ملك السيوف الملك المتعقل وأيضا أرى أن شريكك هذا مجرد واجهة إليك هو مندفع أكثر منك هو لديه شغف فيك أكثر منك احتمال ولكن لا يظهر الأمر لأنه ما قاعد يظهر الأمر إليك فقاعد كأنه ما يثبت العلاقة العلاقة قاعدة تصير مثبتة لما يكون فيه شخصين مندفعين رح يكون فيه تصادم طال الوقت أو قصر رح يكون فيه تصادم في المنتصف بينك وبينها فهذا الشريك ما أخذ طاقة ملك السيوف ما أخذ طاقة فارس احتمال أيضا أنه بينكم طرق سن أو احتمال أنك رح تلتقي بشخص أكبر منك أنت أكبر منه ولكن أرى أنه بالعادة هو أكبر منك شخص لا تجاربه في الحياة وصل إلى مكانه جدا مميزه شخص رسمي ودبلوماسي عندك كاريزمة من داخله هو مثل الطفل الصغير جدا سعيد باهتمامك ورغبتك فيه ولكن في نفس الوقت يحاول أن يتعقل لأنه عنده طاقة ستة الأكواب طاقة هذه بشكل عام ممتازة ولكن في هاي القراءة توحي لي أنه عنده دائما نمط نمط يعني تكرار التصرفات معينة تؤدي إلى نفس المطاف يعني كل مرة مثلا نفرض كل مرة يقع في الحب يتصرف بطريقة معينة تؤدي إلى انتهاء العلاقة أو خسارة الشريك فهو حاليا يحاول أن يعيد برمجة نفسه وأيضا أتمنى أن أنت تكون عامل مساعد إليه لأن هاي النمط حتى وإن كان عاجبك وراضي فيه حاليا على المدى الطويل رح تحس أن هذا الشخص يتحكم فيك هو حاليا يحاول أن يتحكم في نفسه من أجل أن لا يتحكم فيك عنده كارت الساحر كارت الساحر أيضا كارت جدا إيجابي ولكن كل كارت له جانب إيجابي وجانب سلبي فإحتمال أنه كان من النوع اللي جدا شغوف مثلك جدا شغوف ولكن في بعض المواقف يحاول يتحكم في الطرف الآخر يحاول أن يكون المسيطر يحاول أن يكون الكلف اللي كل في حياتك هذا الشخص مو بس عندنا ماض عندما يدخل حياة الحبيب يدخل فيه كل تفاصيله يضع أنفه في كل شيء حتى في علاقاتك الخاصة بأهلك وإن طاقة الأهل حاضرة عندك أيضا احتمال أنك التقيت فيه من قبل ولكن لم تحدث موافقة على الزواج وهو أيضا أخذ الوقت أن يراجع نفسه في أمور معينا لازم يعمل عليها بخصوص نفسه دائما يقع في نفس النمط ودائما النمط هذا يكلف أن يخسر العلاقات اللي من حوله ولكن الخبر الجيد أنه حاليا لديه طاقة ملك السيوف وحتى إن كانت مجرد واجهة هذا الشخص يحاول أن فعلا مع أنه ناضج في السن ومستقر يحاول أن يحدث تغيير كبير في حياته لأن الماضي بالنسبة لك كان قاعد يتكرر لفترة طويلة احتمال أنه لديه تاريخ حافل بالعلاقات التي فشلت فمن أجل هذا مطلوب جدا أن يغير نمطه فهو قبل يحاول أن حتى قبل من أجل ذلك يقول لك خفف أنت اندفاعك عشان لما توصل في الوسط لهذا الشريك تلتقون في نقطة في الوسط تكون أنت متزن وهو أيضا تغير مطلوب منك الاتزان مطلوب منك التغير الشخص اللي في الوسط ممكن يكون أي شخص شريك سابق لك شريك سابق له ولكن الطاقة العامة توحيلي أن هذا الشخص عندنا ثمان خماسيات عندنا كرت تمبرانس الاعتدال وعندنا كرت ثمانية الأكواب رقم ثمانية بالنسبة لي دائما يعني الانسجام دائما يعني التآلف هذا لا أرى أن شخص يحاول أن يفرقكم ممكن يكون أيضا شخص من أهلك من قاعد يحاول يفرقكم أو يؤخر علاقتكم أو يؤثر سلبا على العلاقة حتى وإن كان شريك سابق هذه أبدا ليست نيته هذا الإنسان نيته طيبة قاعد يحاول أن يساعد هذا الشخص كأنه علاج نفسي يمر معاه فيه يحاول يساعد هذا الشخص ينظر إلى علاقاته السابقة فيما أخطأ في السابق عندنا ثمانية الأكواب كرت الرحيل الندم الخسارة في الماضي قاعد يحاول يخليه يشوف في وين أخطأ هو في السابق ويعمل على نفسه يعمل يغير من الجوانب اللي فعلا محتاج أن يغير نفسه فيها حتى وإن كانت صعب لأن التغير يكون أصعب لما أنت تنضج في السن تكبر لكن يحاول عند كرت التمبرانس قاعد يحاول كأنما يقول له حتى وإن وقع اختيارك على برج الثور وأنت مقتنع فيه وأنت تحبه مش معنات أنه الآن وقت الأرطباط أو وقت الخطوات الكبيرة الأولوية لك يا شريك برج الثور أن تعالج نفسك لأن نفسك هي اللي سببت خسارتك للأشخاص اللي في السابق ورح أيضا تسبب خسارتك لبرج الثور إذا استمر الوضع على ما هو عليه أنت لازم تشتغل على نفسك فيه جوانب هذا الشخص جدا إيجابية احتمال أنه جدا كريم أرى أنه شخص كريم محب معطاء لما يكون في حياتك يكون فعلا موجود وشخص جدا وفي السيف لا ينافق حتى وإن وترك أو ضغط عليك ولكن لا ينافقك ولكن احتمال لأنه يستعمل الكثير من الحب في بعض الأحيان الكثير من الاهتمام الكثير من التدخل ينتهي به المطاف إلى أن مثل اللي كأنه قاعد يخنق 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 الشريك سواء أنت أو اللي قبلك وهو جدا هذا إنسان مركز على أن يساعده يمكن يكون حتى صديق أب أخ قاعد ينصحه يريه أخطاءه وقل له أنت لازم أول تعمل على نفسك لأن هذا الشخص كأنك أنت يا برج الثور قاعد يقول لعنك هذا الشخص لن يتحمل هذا النوع من التصرفات احتمال لأنه أنت صبرك قليل مش برج الثور صبره قليل لا أنت رح يكون صبرك قليل على هذا النوع من التصرفات هذا النمط اللي موجود عند هذا الشخص فهذا قاعد يحذره وقاعد يحاول يساعده أنه يتغير فهذا الشخص أشوف أنه نيته جدا طيبة وإن كان كلامه سيؤخر الارتباط بينكم سيؤخر العلاقة ولكنه تغيير لابد منه أساسي أتمنى أنك تتفق معاي كأنما قاعد يقول له أيضا الأفضل أن تتأخر حاليا وتعمل على نفسك تضبط وضعك أفضل من أنك تنطلق نحوه وهو ينطلق نحوك وبعدين تخسر لأنه أنت معالش نفسك احتمال أيضا يطالب بالاعتدال يمكن راح يكون في تخوف من هذا الطرف لأنه أنت شوي ألاحظ أن محيطك يختلف عن محيطة تعود على أشياء هاي الشخص لم يتعود عليه يمكن أنت مدلل أكثر من العادة يمكن أنت وحيد أهلك يمكن أنت إما الذكر الوحيد أو البنت الوحيدة في المنزل ولكن ألاحظ أن طاقتك صغيرة وجدا دلوعة هذا الشخص أقد جدا 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 فقعد يحاول أنه يوصله يفهم طاقتك أنت عشان يقدر يتعامل معك لأنه شخص جدا جاد ومتعلم أنه يكون عصامي كملك السيوب صعب أنه يرتبط بشخص بتعود أنه دائما يحصل على مراده فارس الأخصان ما حد عنده كاريزمة كاريزمة الجميع حبه ما حد يقدر يقول له لا فكأنك أنت راح لو سمعت منه لا لو تشفت منه الطاقة الاعتيادية الطاقة السيوب راح تكون لك ردة فعل شوي قوية فمن أجل هذا هذا الشخص قاعد يحاول يسوي وساطة وإن شاء الله تكون وساطة خير بينكم يا برج الثور راح أسحب لك كارت واحد تبع إذا الوضع راح يكون فيه مفاجأ المفاجأ في المستقبل بالضبط شنو قلت لك هذا الشخص يحاول يسويه ملك الخيل أو ملك الحصان دائما هو يعني الملك اللي يأتي على حصانه لمساعدة الآخرين أسستنس المساعدة الكنترول التحكم بالضبط اختصار لجميع ما قلت لك احتمال أيضا أرى في هاي الصورة أن هذا الشخص راح يأتي مندفع باتجاهك مثل اندفاعك ولكن هذا الشخص في آخر لحظة راح يوقفه حتى وانت لم تكن تتوقع حتى وان كنت حاليا متوقع من الشريك الارتباط أو الزواج راح يكون فيه توقف تام لجميع العمليات والإجراءات بينك وبين الشريك حتى إشعار آخر بسبب تدخل ولكن تدخل إيجابي تدخل بطيبنية من هذا الشخص احتمال أن يكون أب صديق يعني نفس الجنس صح راح يقول له حان الوقت أن أول تضبط وضعك تفهم من هو هذا الشخص تحلله كما يحل الملك السيوف تفهم طبيعة هذا الشخص اللي هو برج الثور تفهم أطباعة الحياة اللي متعود عليها عشان بعدين تدخل في حياتك كأنما يعطيه الضوء الأحمر يقول له هني ستوف حان الوقت لإعادة التقييم ومن ثم التغيير ومن ثم التوجه نحو من تشاء أتمنى أن القراءة نالت إعجابكم مثل ما نالت إعجابي طاقتكم جدا جميلة برج الثور